المجلس الوطني للأورام مشيرا إلى أن مجالس الأورام معمول بها في كثير من الدول وأثبتت نجاحها وأوضح أن ما يوجد في البحرين عبارة عن لجان تتكون في كل مستشفى على حدة أما ما سيقوم به مستشفى الملك حمد الجامعي هو جمع تلك الخبرات من مختلف التخصصات والمستشفيات في مجلس واحد لضمان الفائدة القصوى التي ستعود بالتالي على المريض من جهته أشار رئيس مركز الأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي دكتور إلياس فاضل إلى أن المجلس الوطني للأورام يأتي كحلقة وصل بين المريض والأطباء المعالجين والأطباء المعالجين لحالته بمختلف تخصصاتهم للتوصل إلى أفضل سبل العلاج وأضف أن الهدف من ذلك هو الخروج بدراسة للحالة قبل الشروع في العلاج مؤكدا أن الطبيب المعالج دائما سيكون صاحب الكلمة الأولى بموافقة المريضة ولكن الدراسة ستساعد المريض على الحصول على الدعم والعلاج المتكامل في هذه المجلس نناقش كل الحالات السرطان الموجودة في البحرين فالدكتور أو المعالج حق الورام يجيب الحالة للمجلس هذه وفي المجلس هذه فيه جراحين معاه قاعدين يناقشون الحالة من كل المستشفىات في البحرين في واحد من السلمانية وواحد من العسكري وحتى يجيب الحالة مالته وينقشونها مع بعض مع المختص في الأشعة ومال الأورام بحيث أن المريض نفسه يحصل العلاج المتكامل بمعنى أنه يعني لو وجود ناس كثيرة ينقشون الحالة المريض بيحصل أحسن الخلاصة مات العلاج فهذه الهدف منه هذه المجلس الأورام موجود في كل مكان في العالم مثل البحرين أو في كل مستشفى فراغمنتري يعني كل مستشفى في العسكري في واحد في السلمانية لكن لو حطناهم مع بعض فصار الفايدة أكثر فهذه هدفنا القضية هي أنه أن المريض نفسه لازم يوعي الدكتور ماله أنه أنا نقشون حالتي في التيومور بورد عساس أنه حصل أفضلية القضية هي أنه نحن بموفر لحق المريض يعني أحسن خطة علاج وبعدين لو لقيننا أنه في التيومور بورد لو قالوا أن العلاج لم يوجد في البحرين نفس اللجنة هذه بتركومند أنه يعالجونا في الخارج فكلها مربوطين مع بعض بحث أن المريض يحصل أحسن علاج موجود للورام اللي عنده المجلس الوطين للأورام أو ما يتعرف عليه بالإنجليزي المطلوب منه هو أنه يكون قادر أنه يناقش الحالات المصابة بالأورام بطريقة علمية ومفصلة واستدامة المناقشة أنه يكون باستطاعته يتوصل لبرنامج علاجي متكامل حسب المعايير المعدمدة دوليا أو دوليا بالاتفاق مع الحضور أو أكبر عدد ممكن من الحضور من الاستشاريين وأكيد الطبيب اللي هو الطبيب المعالج الهدف الثاني والمهم هو أنه نوضع بتحت صرف المريض البحريني إمكانيات علاجية لم تكن متوفرة بالأساس أو كانت متوفرة بس لم يكن باستطاعة الموجودين بالقطاع الصحي أنه يوحدوا جهودهم بطريقة أنه يقدروا يوصل المريض لأحسن النتائج علاجية اللي ممكن تحصيلها بالبحرين ترجمة نانسي قنقر